موسيقى معنا السيد ساركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكوتي جروب مرحبا بك أستاذ ساركيس لينة أهلا بك اليورو هل يستطيع اليورو رغم كل البيانات الاقتصادية التي تصدر في المنطقة أن يستمر بتسجيل هذه المكاسب القوية أكثر من عامين ونصف أو وصلها إلى مستويات الأعلى في أكثر من عامين كيف نرى تطور تحركات اليورو وهل آتية في جزء منها لتراجعات الدولار بالدرجة الأولى بالفعل كما تفضلت أن الخفاض الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع في زوج اليورو مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته من شهر أبريل عام 2018 وما يثبت النظرة بأن الدولار الأمريكي هو المتسبب بارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار فلو عدنا بالزمن قليلا نحو شهر مارس 2020 سنجد بأن اليورو مقابل الدولار حقق في ذلك الشهر قاعا ومنه بدأ بالارتفاع من جديد بشكل تدريجي حتى وصل إلى المستويات الحالية والتي تداول فيها فوق 1.21 سنة أمريكي لكل يورو الارتفاعات التي تحصل في اليورو كما أشرنا هي بسبب الانخفاض الذي يشهده الدولار الأمريكي ومؤخرا وتحديدا يوم أمس قد شهدنا المزيد من الإثباتات التي تظهر احتمالية أن يتم إقرار حزمة تحفيزية أمريكية من الحكومة وهذه الحزمة التحفيزية طالما تأخرت لكن الآن أصبح احتمالها أكبر بعدما أشار رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم أمس في شهادته إلى أهمية هذه الخطوة ودعمه أيضا في ذلك وزير الخزانة الأمريكية وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر من الولايات المتحدة وأهمها بيانات مؤشر ISM للقطاع التصنيعي التي صدرت هذا الأسبوع فقد أشارت إلى تباطؤ في النمو حيث ظهر على مؤشر مدراء المشتريات بحسب مع هذا التزويد الصناعي قيمة 57.5 ورغم أن هذا القيمة تعبر عن نمو لكنها أيضا بانخفاض من المستويات السابقة كذلك ظهرت هذا الأسبوع بيانات من الوظائف في القطاع الخاش وأظهرت أيضا تباطؤ في ارتفاء عداد الوظائف ومع انتظارنا أيضا يوم غد لبيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات الغير زراعية من المتوقع أن تبرز استمرارية الضعف والتباطؤ في نمو الوظائف في الاقتصاد الأمريكي رغم أن مستويات البطالة انخفضت من مستويات 14.7 إلى 6.9 لكنها أيضا ما تزال تظهر بعض التعثر في التعافي الاقتصادي وبالتالي ربما سنشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من السياسات التحفيزية المالية من الحكومة الأمريكية مع استمرار دعم وتحفيز الفدرالي للاقتصاد بل ربما سوف نشهد رفع الفدرالي لبرامج جراء الأصول عن 120 مليار دولار وقد يقوم بزيادة ضخ النقد للأسواق من أجل دعم تحفيز الاقتصاد وهذا ما قد يبقي على ضعف الدولار فالاقتصاد الأوروبي لا شك بأنه يمر في مرحلة ضعف لكن ضعف الدولار الأمريكي ربما سيدعم المزيد من الارتفاع في زوج اليورو مقابل الدولار نعم طيب تالما أنت ساركيس ذكرت موضوع حزم التحفيز يبدو أي معلومات ولو حتى خبر بسيط بأن عودة المفاوضات ربما بين الجمهورين والديمقراطين لهذا الأمر تعود بالذهب إلى مناطق لا بأس بها يعني تعود فيه إلى نوع من الارتفاعات هل فعلاً الذهب سيتلقى الجرعة الأكبر من الدعم من عملية ضعف الدولار وكذلك حزم التحفيز؟ بالفعل الذهب يتأثر وبشكل كبير إيجابياً في أي أنباء متعلقة في حزم التحفيز الأمريكية إذا كانت تدول عن احتمالية إقرار حزم تحفيزية فالمؤثرات على الذهب بالفعل يدخل من ضمنها الدولار الأمريكي لكن لو لاحظنا خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع شهدنا انخفاض الدولار لكن في نفس الوقت شهد الذهب بعض الانخفاض ووصل مستويات ما دون الألف وثمانمائة دولار للأنصة الواحدة لكن بمجرد عودة احتمالات إقرار حزم تحفيزية من الولايات المتحدة الأمريكية قفزت أسعار الذهب لترتفع هذا اليوم للجلسة الثالثة على التوالي فحزم التحفيز تعني المزيد من التدفقات النقدية للإقتصاد الأمريكي ويرافق ذلك بالتالي احتمالية ارتفاع مستويات التضخم خلال العام المقبل 2021 ولو نظرنا أيضا إلى توقعات البنوك التي خفضت من خلالها توقعات أسعار الذهب إلى عام 2021 لكن العديد من البنوك الكبرى أذكر منها بانك أوف أمريكا ما زالت تتوقع أسعار الذهب فوق الألفين دولار للأنصة وهذا مشتق من توقعات ارتفاع التضخم رغم أن مؤشر السعر المستهلك الأمريكي انخفض من 1.4 إلى 1.2 لكن مع حزم التحفيز الحكومية إلى جانب خطط التحفيز من الفدرالي كلها قد تدفع أسعار المستهلكين للارتفاع خلال العام المقبل وهذا ما قد يجعل الفدرالي أيضا يستمر في التحفيز رغم ارتفاع التضخم بسبب تغيير سياسات رقابة التضخم مما قد يدعم المزيد من ارتفاعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة نعم وبشكل سريع ومختصر ساركيسي لا تحدث عما يمكن أن توقعه من اجتماع أوبيك بلس هل برأيك سوف يمديدون تخفيض الانتاج على الأقل للربع الأول من العام المقبل بالفعل هناك ثلاث احتمالات هو أن يتم تمديد الخطط الحالي 7.7 مليون برميل لثلاث اشهر والاحتمال الثاني لست اشهر لكن ينطلق البعض لتوقع أن يتم تقسيس التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يوميا لكن باعتقادي فإن الأرجح هو أن يتم تمديد خفض الانتاج الحالي والبالغ 7.7 مليون برميل لمدة ثلاث اشهر فقط من نظمة أوبيك وحلفائها الآن بحاجة إلى مراقبة الطلب العالمي على النفط خصوصا مع إيجاد لقاحات لفيروس كوفيد 19 وهذا ما يجعلني أعتقد بالفعل بأن التمديد إن حصل قد يكون لمدة ثلاث اشهر مع الإشارة إلى استمرارية رقابة منظمة أوبيك والدول المنتجة أيضا لفروقات الطلب والعرض خلال العام المقبل أشكرك تكيس شوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي جروب أشكرك على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة